خليني أروح لأستاذ سعيد وفقاً لكلام دكتور حافظ هل القانون الجديد اللي احنا قدامه دلوقتي بيلبي مطالب المجتمع المدني وإيه أبرز الملحظات اللي كانت على القانون الأديم؟ تمام آه طبعاً لا شك من حيثه أنه بيلبي مطالب المجتمع المدني آه يعني أنا استطيع أن نقول يلبي مثلاً 90% مما كان يطبح للمجتمع المدني يعني الكمال لله واحد وما فيش قانون يعني يحظى بتوافق عام لكن 90% من مطالب المجتمع المدني تحققت في هذا القانون بس أنا بصراحة مش عاوز أقارن قوي بين القانون السابعين والقانون ده لأنه فيه اختلاف كبير يعني زي ما لديكتور حافظ يعني القانون السابعين يعني احنا نعتبره صفحة وطويت لأنه في الحقيقة كان فيه كان فيه إيجابيات وكان فيه سلبيات لكن سلبياته كانت كبيرة لدرجة أنه لم يحظى لا بتوافق داخلي ولا خارجي فيعني المقارنة ظالمة للقانون الحالي القانون الحالي ليس له علاقة بالقانون القديم والدليل على كده أنه حتى في الحوار المجتمعي احنا كنا بنعدل في القانون فالحكومة فجئتنا وعملت قانون جديد يعني الحكومة نفسها أمنت أن هذا القانون لا يصلح لتعديله ولكن أقدر أن يكون هناك قانون جديد فمطالب المجتمع المدني تحققت فضلا عن اللي ذكره ولست حافظ كمان من عنوان القانون نحن نتحدث عن مش قانون ينظم الجامعيات والمؤسسات الأهلية قانون ينظم العمل الأهل يعني كانت العلاقة بين الدولة وبين الجامعيات الأهلية تتسم بالندية وبتوترات وبتقارب وتباعد على تاريخ المجتمع المدني في مصر منذ إنشاءه أو منذ إنشاء وزارة التضامن والشول التمعية 39 دلوقتي الدولة اعترفت أن العلاقة ستكون بين الدولة وبين العمل الأهلي نفسه ملناش علاقة بالجامعيات أو نحة أو مجال عمله فالعمل الأهلي أصبح الآن بحكم القانون الجديد لديه مساحة واسعة من العمل وتحقيق أهدافه والقيام بأداءه والجوهر اللي هو مشاركة الدولة في التنمية لن يستطيع العمل الأهلي أن يشارك الدولة في التنمية من دون استقلال هذا المجتمع أو هذا الكيان عن الدولة لن يستطيع أن يحقق أهدافه من دون أن تكون هناك علاقة تتسم بالاحترام المتبادل بين الدولة كيف يستقل هذا المجتمع بالقانون الجديد؟ 90% 90% هناك استقلال طبعا لأنه أنا ما أقدرش أقول 100% لأنني عندي لائحة تنفيذية لا أعلم إلى أين ستذهب اللائحة التنفيذية إذا ذهبت اللائحة التنفيذية وعكست روح القانون نقدر نقول أنها تجاوزت 90% لكن إحنا بنتكلم عن فيه جزء يناقص في هذا القانون القانون روحه وفلسفته وإطاره العام أنه ديمقراطي ويسبح بالعمل ويحقق مطالب كثيرة لكن يبقى الجزء الأخير وهو اللائحة التنفيذية هل ستعكس اللائحة التنفيذية روح القانون وتسبح بقى بأن القانون ينفذ على أرض الواقع ويحدد العلاقة المباشرة بين جهة الإدارة والجماعات أم لا؟ ده لا يتوقف عليه اللائحة